اهلا بكم مشاهدينا الى لقاء خاص يسرنا ان نلتقي الاستاذ الدكتور حارث عبود استاذ الاتصال وتكنولوجيا التعليم في الجامعة العربية المفتوحة مرحبا بك دكتور حارث معنا الى هذا اللقاء الخاص عبر قناة الرافضين حياك الله سارح حسان اهلا بك دكتور دكتور بداية سنطرح الكثير من الموضوعات المختصة بالتعليم والاعلام المحور الاول هو التعليم برأيك ما اهمية التعليم في حياة الافراد والمجتمعات التعليم يعني مستقبل الفرد ومستقبل المجتمع ولذلك يعني التربويون يرون ان القرار التعليمي او القرار التربوي هو في النهاية قرار سياسي يخص الدولة لا اقصد هنا الحكومة والسلطة في اي مكان ماذا تريد هذه الدولة ان تكون في المستقبل كيف تبنى هذه الدولة مستقبلا افرادا وجماعات او افرادا ومجتمعا هل تتجه الاتجاه الصناعي والاتجاري ولا هل تحافظ على قيم معينة منظومة قيمية معينة هل تتمسك بفلسفة تربوية معينة ما المطلوب ان يكون عليه المجتمع مستقبلا منتج ولا مجتمع مستهلك متقدم ولا متخلف الى اخره صفة المجتمع مستقبلا تبنى في يعني في المصنع التربوي سواء كان روضة اطفال ولا مدرسة ابتدائية ولا المراحل الاخرى وطبعا يسبقها البيت فدور التربية هنا هو بناء الشخصية وبناء المجتمع وبناء المستقبل في النهاية نعم في العراق كيف تنظر الى الواقع التعليمي حاليا الواقع التعليمي كما تشير المنظمات المعنية بهذا الموضوع ونذكر منها اليونسيف واليونسكو منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم مثلا البنك الدولي يعني لها تقاريرها الخاصة فيما يتعلق بالواقع التعليمي في العراق اذا تحدثنا عن البيئة الاجتماعية العامة وكيف تربي الاسر ابناءها فمعروف ان هناك اجمات كثيرة في البيئة العراقية من الفين وثلاثة حتى الان على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي والتربوي وكل الاصعدة على مستوى القطاع التعليمي هناك نقص حاد في رياض الاطفال هناك على مستوى المدارس الابتدائية عندنا التقارير تشير الى اننا بحاجة الى ما لا يقل عن عشرة الاف مدرسة لانه المتوفر عدنا من المدارس حوالي 11 الف مدرسة ابتدائية ستة من عدها تحتاج اما الى يعني ترميم او الى ازالة وكثير من المدارس الدوام دوام مزدوج او ثلاثي او الى اخره مكتظة كثير من المدارس الاطفال يجلسون على الارض وشفنا لهم افلام عرضتها محطات يعني اجنبية وهناك مدارس طينية وهناك مدارس طينية لا تتوفر فيها ابسط مستلزمات يعني التواجد الانساني يعني الطفل لما تكون شبابيك المدرسة بدون زجاج او احيانا تكون الغرفة بدون شبابيك يعني كيف يمكن للطفل ان يمارس نشاطل اذا دخلنا اكثر بالتفاصيل سنجد ان يعني نسبة الامية ارتفعت كانت بالتسعة وسبعين بعد حملة محو الامية انخفضت النسبة الى حوالي عشرة في المئة يعني في بداية القرن الماضي كانت نسبة الامية في العراق تصل الى تسعين في المئة في القرى الى تسعة وتسعين في المئة وغالبيتهم من الاناث الى الاثمانية وخمسين قبل الاثمانية وخمسين بقليل بلشت محاولات محو الامية واستمرت الى التسعة وسبعين بمراحل متعددة وبنمو مضطرد بالتسعة وسبعين تقرير اليونسكو يشير الى ان الامية انخفضت في العراق الى حوالي عشرة في المئة وحصلت على العراق حصل على جائزة في هذا الموضوع الان الامية تصل الى حوالي اربعين في المئة عادت من جديد عادت من جديد وهي في نمو الاطفال اللي هم في عمر المدرسة يعني نسبة عالية من عندهم الان في ميدان العمل بعض التقارير تشير الى انهم بين ثلاثين الى اربعين في المئة من الاطفال يعملون نسبة الانتشار المخدرات بين الشباب وبين الفتيان انتشرت يعني واحد التقارير اللي اه يومن رايتس ووتش يشير الى حوالي ستة في المئة يعني هذه البيئة ليست بيئة صالحة لتكوين عقل مستقبلي لتكوين سلوك قادر على البناء مستقبلا ولذلك الواقع التربوي يشير الى ضرورة اصلاح يبدأ فورا ولا ينتهي الا بعد سنوات طويلة لان هذه من المشاريع الاستراتيجية الكبرى نعم بحاجة الى ان يعني نعيد النظر بكل هذا نعم يعني دكتور تعتقد ان هذا مخطط لانه بعد الفين وثلاث اختيل الكثير من العلماء والمفكرين العراقيين حينما تجمع اجزاء المشهد يعني تتأكد ان هذا الموضوع ليس اعتباطا واذا كان اعتباطا يمر السنة الاولى السنة الثانية السنة الثالثة اخطاء متراكمة سنة اولى سنة ثانية سنة الثالثة احنا الان حوالي عشرين سنة فاذا كان بعد عشرين سنة الامية في نمو عمل الاطفال في اجدياد اجدياد في المخدرات اجدياد في يعني احنا امام ظواهر اجتماعية وقيمية الحقيقة يعني صادمة صادمة فعلا يعني يعني مستوى الالحاد والابتعاد عن القيم اللي تربينا عليها ما اقصد احنا تربينا عليها تربى عليها مجتمعنا والفلسفة فلسفة التربية وحتى فلسفة الاعلام استمدت قيمها وخطوطها العامة وتوجهاتها من فلسفة دولة كاملة على مدى تاريخ طويل يعني يعني كل الانظمة التربوية بغض النظر عن اختلاف الانظمة السياسية التي ادارتها كانت تستند الى فلسفة الدولة القائمة على قيم ومنظومات اخلاقية واضحة للجميع الان هاي اتخلخلت كثير ولما نفكك المشهد العراقي نجد ان من الصعوبة بمكان النهوض بهذا القطاع بمشروع استراتيجي من هذا المستوى الا ان تتوفر الارادة هل الارادة متوفرة اقول هل ان الارادة غابت عبر عشرين سنة اذا غابت عبر عشرين سنة فاذا الموضوع مخطط نعم اذا كيف يمكن الارتقاء دكتور بالتعليم من خلال خبرتك من حيث الاهداف والمحتوى يعني اي دولة تريد ان تتصدى لمشروع من هذا النوع عليها ان تبدأ بدراسة الحاجات ما الحاجات التي يحتاجها المجتمع على مدى خمس سنوات عشر سنوات عشرين سنة مستقبلا ماذا نريد من اجيالنا الصاعدة ان تكون في المستقبل يعني كم عدد الاقتصاديين او المهندسين او اللي يشتغلون على اجهزة الكمبيوتر او الرياضيين او 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 بكل الاختصاصات العلمية والاختصاصات المهنية والحياتية جيد نحتاج مدرسي لعربية ولا تاريخ ولا جغرافيا ولا علوم ورياضيات والى اخرين هذا ينبغي ان تخطط بناء على وجود حاجات ما الحاجات القائمة الان يعني التركيز يكون عن نوع وليس عن كم الكم والنوع الكم والنوع لانك امام ارقام ينبغي ان تضعها يعني كم عدد المدارس لازم تعرفها كم عدد الطلاب لازم تعرف احنا احصاء سكاني ما عدنا من حوالي ربع قرن والاحصاء السكاني هو اللي يعطيك ما الحاجات التي ينبغي ان تتصدى لها من الان وتخطط لتأمينها فالمناهج بحاجة الى اعادة نظر لانه المناهج تراجعت قسم من عدة تقلفت عن حركة العلوم في مختلف التخصصات مهارات المدرسين والمعلمين مع التقدم الهائل اللي حصل في التكنولوجيا مع البيئات التي فرضتها جائحة كورونا او ما قبلها بحاجة الى معلم يستطيع ان يواكب هذه التطورات حتى يستطيع ان يعني يسهم في بناء تجربة فعلا قادرة على ان تغير الواقع الحالي نعم دكتور هل تعتقد ان التعليم هو السبيل الى التنمية الذاتية وطريق لمستقبل المجتمعات؟ هل تعليم يعني سبيل نعم لبناء الشخصية لبناء المنظومة القيمية للشخص وللمجتمع في آن واحد وليس للمجتمع فقط يعني هو انت تبني مجتمعا وتبني افرادا قادرين على التفاعل مع العالم قادرين على التفاعل مع مستجدات واحداث العالم يعني نحن لا نعيش وحدنا فوق هذه الكرة الارضية لم يعد اي بلد قادر على ان يغلق حدوده ويخلي ناسا موجودين في الداخل فقط انت بحاجة الى ان تتفاعل مع الاخرين كيف تتفاعل وانت لا تمتلك ادوات هذا التفاعل من ادوات هذا التفاعل ان تكون على مستوى من المعرفة والعلم والخبرة والتجربة والمهارة بحيث تستطيع ان تتفاعل مع الاخرين وتؤثر فيهم وليس تتأثر فيهم بهم فقط يعني نحن الان مجتمع مستهلك لو تنظر الى المواد الغذائية اللي احنا نستوردها من بره التقارير تشير الى انها حوالي 90% المواد الاخرى اقل بقليل لان هناك حرف ومهن في التجمعات السكانية لكنها ايضا مرتفعة يعني صرنا نستورد كل شيء بعد توقف الاف المصانع والمعامل التي كانت تنتج المزارع مع شحة المياه بغض النظر عن اسبابها لكن ينبغي التصدي لهذه الظاهرة لان هذا الجفاف يؤدي الى موت الاف العوائل يؤدي الى موت الحياة في الاف القرى وبالتالي لن تكون المدرسة هدفا رئيسيا في حياة الاسرة نعم اذا هل التحول من مجتمع انتاجي الى مجتمع استهلاكي ايضا هذا مخطط له هذا التخطيط يعني اذا كان التربية والمنظومات الثقافية والاخلاقية قد انحدرت على مدى عشرين عام دون ان يتم التصدي لها بشكل حاسم واذا لم يكن هذا معلوما او معروفا لمن يدير البلد فالتقارير الدولية تشير لذلك بشكل مستمر وتقارير متعددة المصادر فنقول اذا ان الارادة غير متوفرة ويمكن يعني ان نلمس ذلك عندما نبحث عن برامج او مناهج الاحزاب السياسية التي تتصارع على السلطة ما برامجها في ميدان التعليم ما برامجها في ميدان الاعلام ما برامجها في بناء المجتمع في الصناعة في الزراعة في 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 الحكومات المتعاقبة يعني رأينا انها تصارعت على مواقع في البرلمان وخارج البرلمان وإلى آخره لكننا لم نسمع اصوات عالية تقول اين الماء الذي سيموت الناس ستجف الارض ستجف الحياة في هذا البلد ان لم يعني نتصدى لهذه المشكلة نعم بالنسبة للبدائل دكتور في نظم تعليمية افضل كيف السبيل الى ذلك يعني لم اعرف بالضبط ما تقصد بالبدائل لكن اذا كنت تقصد دخول التكنولوجيا الى الميدان نعم تمام فنحن ينقصنا في هذا الموضوع الكثير يعني جائحة كورونا كشفت عيوب البلدان التي لم تستطع ان توفر بنية تحتية لمواجهة ظروف من هذا النوع التعلم عن بعد بدأ من سنين طويلة لكن كانت الحاجة اليه في جائحة كورونا ماسة بحيث توقف حوالي مليار وستة بالعشرة من المليار في العالم من طلبة العالم غير العاملين في القطاع التربوي توقفوا فحتى لا تتوقف البديل موجود عندهم البديل ماذا يتطلب في بلد مثل عراق يعني حتى نستطيع ان نفيد من التكنولوجيا علينا ان نوفر بنية تحتية بنية تحتية يعني معناته المعلمين ينبغي ان يكون المعلمين اقصد كل يعني فئة التعليم مدرسين كانوا اساتذة جامعات او معلمين على مرياض الاطفال مرياض الاطفال صعودة لازم مهاراتهم باستخدام هاي التكنولوجيا تكون مختلفة لازم تكون هناك ثقافة سائدة في المجتمع تتقبل هذا النوع من التعليم يعني الاسرة ينبغي ان تتعاون مع المدرسة في ذلك حتى تنجح ينبغي ان تتوفر منظومة هندسية كاملة للصيانة وللتجديد وللابتكار ينبغي ان تنظم جميع مناهج الدراسة بالطريقة التي يمكن ان يستفاد من هذه التكنولوجيا في الوصول الى اهدافها وإلا اذا ما تضافر كل هاي العوامل لا نستطيع ان ننتقل الى تعليم بديل ولذلك شفنا احنا دول عديدة في العالم اللي ما موجود عدها يعني امكانية لدخول في هذا العصر عانت كثيرا وعدد اللي يعني اللي لم تصلهم الانترنت حوالي اربعين بالمئة من سكان العالم ادنى اكثر من اربعين مليون طفل لم يستطيعوا ان يدرسوا في فترة جائحة كورونا عن بعد الا ان يروحوا الى المدارس وهذه مشكلة اذا كانت المدارس هي ايضا غير مهيئة وهي قليلة العدد وعدنا مشكلة بنقص المعلمين والمدرسين مثل ما تشير المنظمات الدولية فاحنا امام موضوع بالغ الخطورة ومشكلة مركبة معقدة تحتاج الى خبراء يتصدون لها ويضعوا لها الحلول على مدى زمني غير قصير نعم دكتور برأيك اين العراق اليوم من التصنيفات العالمية بخصوص التعليم اذا تقصد بيعني احنا اتحدثنا عن المراحل الاولى العالم عادة يعني يتحدث عن مستويات الجامعات ضمن تصنيفات يعني هناك تصانيف متعددة حوالي عشرين تصنيف موجودة لكل واحد الى معايير الخاصة في تصنيف الجامعات في العالم شنغهايو كيو اس و تايمز و الى اخره يعني موضوع بتفاصيل كثيرة لكن اذا اردأ اخذ حالة العراق اقول جامعة بغداد مثلا جامعة بغداد هي الاولى في العراق لكنها تأتي بالمرتبة السادسة والعشرين على مستوى الوطن العربي وتأتي بمستوى الف واحد على مستوى العالم يعني هذا تصنيف تايمز اختار الف و خمسمائة جامعة في العالم من مجموع حوالي ثلاثين الف جامعة و معهد اكاديمي في العالم هذه الالف و خمسمائة طبق عليها معايير اقرب للجودة ووضع هذا التسلسل فجامعة بغداد قياسا الى جامعات العالم تصل جتي بالرقم الف واحد لعام اثنين و عشرين هذه يعني كارثة جامعة بغداد كانت من الجامعات التي يشار اليها بالبنان حتى عند قبول خرجي طلبتها على مستويات الماجستير والدكتورة في كل جامعات العالم فهذا طبعا من وين يجي التقييم عدد الاساتذة نسبتهم الى عدد الطلبة التحديث المناهج المختبرات المتوفرة الايفادات عدد البحوث اللي تصدر توفر الامكانيات والمستلزمات تنوع الاختصاصات الى اخره كثير من هذه الاعتبارات تأخذ بالحسبان عندما تحدد التايمز مستويات الجامعات فهذا هو مستوى جامعة موجود جامعات عربية ضمن التسلسل العالمي بالتايمز يعني واحدة من الجامعات العربية اللي هي رقم واحد بين الجامعات العربية حصلت على رقم ميتين وواحد على التايمز وهي جامعة عربية ماشي لكنه وميتين وواحد مع ذلك يعني شيء جيد قياسا او مقارنة بجامعاتنا نعم ظاهرة التزوير في الشهادات كيف تنظر اليه؟ شاعة كثيرة وهذه قصة طويلة نعم تفضل يا سيد الفاضل اذا قلبت صفحات الانترنت تجد ان هناك اكثر من الف جامعة في العالم وهمية والسبب في ذلك ان هذه الجامعات تمنح شهادات قد تكون رائجة في السوق لكنها لا يعترف فيها في يعني داخل الجامعات يعني حضرتك اذا لا سامح الله تريد تاخذ شهادة من جامعة وهمية ووضعت الدال قبل اسمك ممكن بالسوق ينظرون لك انه انت تحمل هاي الشهادة وبالمقابلات التوظيف والكذا قد يعني تمر ويقول لك انه انت يعني نعم تحمل الشهادة معترف فيها ما معترف فيها لكن انت افضل من غيرك لكن في الجامعات لا يؤخذ بها لانه لانها وهمية في النهاية هل تدرس هاي الجامعات متفاوتة؟ نعم قسم من عده يدرس لكن غير معترف فيه ليس شوف اي جامعة ينبغي ان تحصل على الاعتراف والاعتماد الاعتراف بمعنى ان شهادة هذه الجامعة مطابقة للشروط العالمية التي يمكن ان يقبل بها الطالب في تدرج التعليمي الاعتماد ان هذه الجامعة تتوفر فيها جميع مستلزمات الدراسة والمناهج والتدرسين وإلى آخره بحسب المواصفات المطلوبة هذه الجامعات لا تمتلك الاعتراف والاعتماد من جهات يعني معتمدة في العالم ومشت لأسباب متعددة وجزء من عندها النمى بعد الاحتلال جزء كبير من عندها نمى بعد الاحتلال لأنه هذا يروح يراجع منظمات إنسانية المنظمة الإنسانية تتعاطف لغرض أو بدون بدون غرض محدد يعني لأسباب إنسانية ربما ويأخذ مبلغ معين لإنشاء هذه الجامعة ويبدأ يعني بالدعوة للقبول في الهي ويبدأ يمنح شهادات وإلى آخره لكن الشهادة التي تصدرها هذه الجامعة لا تصادق عليها وزارة التعليم العالي في هذا البلد وإنما تصادق عليها وزارة الخارجية ووزارة الخارجية ليست جهة تعليمية يعني هذه الجامعة هي أشبه بشركة فتختم الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية في أي بلد على أن هذه نعم هذه الوثيقة صادرة من عندنا لكنها ليست جهة أكاديمية ومع الأسف موجود جزء من هذه الجامعات أصحابها إراقيين ووصلت في بعض البلدان هذه الجامعات إلى المحاكم والصحافة شهدت يعني معارك بين يعني أصحاب هذه الجامعات ويعني أنا بالمناسبة موجود اسمي في أكثر من جامعة من هاي ووجهت لهم رسائل قلت لهم يا أخوان يعني يعني أنتوا تحملوني مسؤولية غير صحيحة أمام الجامعة اللي أنا أعمل فيها كيف تخلوني يعني أنا عميد قلية كذا أو لرئيش قسم كذا في جامعاتكم وأنا ما متراسل حتى معا استغلوا الاسم استغلوا الاسم وهذه هذه يعني خطرة ومشيئة ل يعني الكثيرين ومع الأسف الكثير من الأخوان دخل هذه الجامعات و يعني أخذته شنسميها فورة يوجود اسم الدكتور حارث أبو ايه يعني فورة هاي لكن مع الأسف استغلت أيضا في داخل الأوساط الإدارية والسياسية والبرلمانية عدنا بالعراق بحيث واحد من أعضاء البرلمان يطالب بأنه يعني وإذا أخذوا يعني شهادات وهمية أو إذا يعني هو زور شهادة أو كذا مو مشكلة يعني هم عراقيين هم ولدنا هم كذا هذا يعني الاستسهال بهذه الطريقة تبسيط الأمور بهذه الطريقة خطر جدا على المستقبل ويؤثر على التعليم مستقبل ليس على التعليم فقط يؤثر على أقدار هذا البلد مستقبلا يعني أقدار الأجيال القادمة مستقبلا إذا يعني أنت إذا إذا راجع الطبيب والطبيب متخرج من جامعة وهمية يعني كيف ستتثق بالعلاج وهذا ينطبق على كل التخصصات فنحن نضع أجيال القادمة بين أيدي غير مؤهلة بين عقول يعني غير مؤهلة يعني هذه قضية خطيرة جدا ويعني ينبغي أن يتصدى لها يعني المجتمع ليس فقط في العراق يعني أنا تناولت هذا الموضوع في وحدة من في واحد من أحاديثي أنا تعرف عندي حديث سلام الله عليكم هذا يعني إلى سنوات طويلة وأسبوعيا نزل على اليوتيوب الآن حديث جديد بنفس الاسم سلام الله عليكم كتبت عن هذا الموضوع أنه كيف تسمح الجامعات بأن تكون أطاريح الدكتوراه والماجستير معدة من قبل أكشاك معدة من قبل مكاتب يعني كيف تسمح بهذا هذه يعني عملة ليس لها رصيد عملة زائفة ليس لها رصيد وهذا جزء من من إفراغ الجامعة من يعني محتوها وأنا يعني إذا تسمح لي أضيف شيء فقط على هذا الموضوع أنا أجد صورة الجامعات العربية عموما وليست الجامعات في العراق هذه الجامعات يسحب البساط من تحتها بقصد أو بدون قصد لماذا المجلات العلمية الآن التي تصدر من يعني مئة سنة في بعض الجامعات العربية الآن لا يميل أستاذ الجامعي إلى النشر فيها ليش لأنه هناك قواعد بيانات ومنظومات دولية كسكوبا وغيرها يقول لكم انشر هناك لأن هذا عليها مثلا أربع نقاط أو ثلاث نقاط في حين المجلة التي تصدرها جامعة عريقة والمجلة كذلك عريقة ويشرف عليها أساتذة كبار ما تعطيك إلا نقطة واحدة فيميل الأستاذ الجامعي أو التدريس الجامعي إلا النشر في قواعد بيانات أجنبية وبالتالي اضمحلت بعض هذه المجلات العريقة ولم تعد تسهم في الفعل البحثي المؤثر في الوسط الأكاديمي في العالم نعم دكتور دعنا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود اللقاء نعم إن شاء الله مشاهدنا نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لتكملة اللقاء الخاص فابقوا معنا عدنا من جديد مشاهدنا إلى لقاء خاص مع الأستاذ الدكتور حارث عبود أستاذ الاتصال وتكنولوجيا التعليم في الجامعة العربية المفتوحة مرحبا بك دكتور حارث ثانية معنا مرحبا فيك حياة أهلا بك دكتور ننتقل إلى جانب الإعلام ونتناول في جانب الإعلام ما أهمية الإعلام في حياة الأفراد والمجتمع تفضل ونحن ابتدين عن يعني بالحديث عن التربية بسؤال مشابه وربما هذا يقتضي أن نقارن بين الإعلام والتعليم من حيث هذا التأثير الإعلام يهتم باللحظة يعني جل ما ينتشر في الإعلام يتصل بما يجري باللحظة الآن من أحداث وأخبار وقائع وإلى آخره والرسائل الإعلامية أيضا معنية ب قيادة الرأي العام في اللحظة يعني التربية تسعى إلى ما هو أبعد من ذلك ولذلك التطور الذي يحصل بالحقل التربوي أبطأ بكثير من التطور الذي يحصل في المؤسسة الإعلامية المؤسسة الإعلامية تواكب الأحداث تستفيد من التكنولوجيا بشكل سريع لأنها تتعامل مع الأحداث الآنية ولذلك بالإمكان أن يعني يدعو حزب من الأحزاب جماهيره يعني الخروج بمظاهرة خلال ساعة ساعتين ينتهي الموضوع في التربية هذا لا يتم في التربية أنت أمام أهداف بحاجة إلى أن يعني تطبق وهناك معايير لمعرفة ما الذي تم تحقيقه منها تحققه لنا الاختبارات تحققه لنا المشروعات البحثية يعني لذلك نتائج دقيقة جدا ومحسوبة ودائمة التطوير في الإعلام هذا يجري بشكل سريع جدا ولذلك يمكن أن ينتشر خبر الآن من أي محطة في العالم ويكذب بعد ساعة وأنت يعني أمام جمهور تريد يصدقك بالأول ويصدقك بعد ساعة في التعليم هذا لا يجوز من المناهج الدراسية كانت تتغير كل ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات بحسب الدول الآن مع التطور التكنولوجي صارت كثير من التفاصيل تتغير أولا بأول يعني إحنا في جامعتنا في الفصل الدراسي الواحد نجري تغييرات على المناهج الدراسية اللي موجودة عندنا لا تتغير بأسسها العامة وتركيبتها لكن تتغير بالتفاصيل بالاستراتيجيات التي نستخدمها مع طلبتنا بالطرائق التدريسية التي نستخدمها في الإعلام هذا التغير سريع جدا الآن يعني دور الإعلام أنه يؤثر في مزاج الشارع باللحظة ومزاج الشارع هذا يمكن أن يكون خطر جدا إذا لم تحسن يعني توجيهه أو التوجيهه المشكلة الحاصلة مع التطور الحاصل في التكنولوجيا أن هناك من يتصدى إلى مهام إعلامية أو مهام دعائية أو مهام نشره إلى آخره ليست له الأهلية لذلك لبساطة استخدام وسائل الاتصال صوصا وسائل التواصل الاجتماعي أصبح المواطن الجاهل الأمي غير العارف بخطورة ما يقوم به يمكن أن يوزع رسالة تنتشر بين الملايين خلال لحظات وهذه قضية خطرة جدا ولا يدرك خطورتها هذه خطورتها يعني كبيرة جدا وهي السبب في انحراف كثير من السلوكيات لدى الشباب والفتيان يعني هنا الإعلام لأنه يتحكم بمزاج الجمهور تأتي خطورته من هنا يعني هو يقود رأي يقود رأي عام قيادة الرأي العام ينبغي أن يخطط لها من قبل الدولة لا أقول أيضا الحكومة والسلطة الدولة ماذا تريد من جمهورها هل في زمن الحرب ينبغي أن يعبئ الناس لمواجهة المعتدي فتتوجه جميع وسائل الإعلام لتعبئة الجماهير ولا كل من يغني على ليله فتضيع هذه الجماهير بين يعني أهداف متعددة وتتمزق تتفكك خارطة المزاج خارطة الوعي وسائل الإعلام تتعامل مع الوعي اللحظوي مع الوعي غالب الأحيان مع التكنولوجيا الحديثة مع الوعي الصدفوي أيضا أنه أنت بالصدفة تشوف مسج معين رسالة تصلك عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فتتفاعل معها نعم ننتقل إلى الأزمات الإعلامية في العراق كيف تجدها وما طرق علاجها برأيك يعني ليس من الواضح لي بالضبط ما المقصود بالأزمات بس رح أفترض أن المقصود المعارك الإعلامية التي يعني أو الضجة الإعلامية التي تقوم حول الموضوع معين ثم تخفت يعني سابقا كان الإعلام يصنف يعني ما هي وظيفة الإعلام وظيفة تربوية وظيفة ترفيهية وظيفة إخبارية هذا التصنيف التقليدي لهذا الموضوع الآن التصنيف هذه يعني اتنوعت صارت إلها علاقة بضبط مزاج الجمهور إلها علاقة برفع سقف حرية التعبير عن الرأي الإعلان دخل على الموضوع الدعاية السياسية دخلت على الموضوع والآن بعد التطور اللي حصل من الصحافة اللي ظهرت في القرن السابع عشر إلى السينما بالتاسع عشر الإذاعة بالبداية العشرين تلفزيون بعد الحرب العالمية الثانية انتشر الأقمار الصناعية ثم الإنترنت واقع وبنية الإعلام تطورت كثيرا حتى تطورت فلسفة الإعلام يعني ما عادت الآن انحسر عدد الدول التي كانت تدير الإعلام مركزيا لم يعود الإعلام المركزية تماشى مع التطور التقن اللي حصل لأنه يمكن أن الجمهور يبتعد عن الإعلام المركزي لأنه عند بدائل كثيرة أخرى الآن الأزمات اللي نشوفها احنا في ليس فقط في العراق في بلاد عربية أخرى أيضا تعرضت لكوارث كاليمن ولبنان وليبيا وسوريا ويعني نجد أن الإعلام يهتم بالأخبار السريعة يهتم بالكوارث بالمصائب التي تحصل ولذلك أنت تتحول الآن من محطة لمحطة لمحطة وبعدها تغلق الراديو لم يعد الراديو أنيس للأسرة تشوف الخبر وتترك الموضوع ليش لأنه وظف أو وظفت المحطات الإذاعية والتلفزيونية والصحافة للتعبير عن وجهات نظر أحزاب عديدة أحيانا متصارعة وأحيانا متقاتلة وأحيانا متنافسة على كراسيا أو متنافسة على مواقع متقدمة في السلطة ومصلحة المواطن ضاعت بين كل ذلك الآن لو تحصي نحن عدنا موجود يعني موجود حوالي يعني أكثر من خمسين محطة تلفزيونية وأكثر حوالي مية وثلاثين محطة إذاعية طبعا ليست جميعها مجازة المجاز حسب ما يبين موقع هيئة الإعلام والاتصالات أكثر من ثلاثين محطة إذاعية وخمسة وخمسين أو ستة وخمسين محطة عفوا خمسة وخمسين أو ستة وخمسين محطة إذاعية وحوالي ثلاثين محطة تلفزيونية لي هي مجازة قسم من ها غير مجازة أيضا تعمل في الساحة تجد أن هذه المحطات لا تعنى ببرامج المرأة برامج الطفل برامج الفلاح برامج العامل الجندي الطفل الموسيقى الطب العلوم التكنولوجيا الحديق قليلة جدا صارت هذه البرامج التي تهتم بتطوير صيغ الحياة اليومية في حياة الناس ما عادت هذه البرامج لها دور حتى شكاوى المواطنين تجد شكاوى المواطنين توظفها بعض هذه المحطات لثأر من جهة أخرى موجودة في الساحة سياسية ومصلحة المواطن ضعت يعني حتى يعبر المواطن يعني عن رأيه حتى يوصل الفكرة حتى يوصل كذا لا يجد لذلك متسعا وصرنا أيضا نجد ما هو هابط من اللغة ما هو هابط من القيم الخلقية في كثير من يعني تسمع الكلام النابي في كثير من المحطات وهذه المحطات مجازة تسمع الكلام النابي في المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية اللي تظهر في المحطات التلفزيونية وهذه كانت محرمة في المحطات الإراقية ليش لأنها تسيء للبناء الأخلاقي والقيمي للمجتمع هي تتضافر مع المؤسسة التعليمية مع الأسرة مع المسجد مع كل كل المؤسسات التي تسهم في خلق الوعي في تطوير البنية القيمية يعني هذه تسيء لها ليس في بلدنا فقط حتى في البلاد الأخرى كثير من يعني في أكشاك بيع الفيديوهات سابقا أو السيديات لا يعطى هذا السيدي إلا لمن تجاوز الـ 18 سنة وموجود عليه حرف X أو XX أو XX يعني ثلاثة X يعني هذا ممنوع جدا إلا تحت شروط معين في مجتمعات يعني نصفها بأنها سقفها في الحرية عالي جدا نعم دكتور إذن ما الرسالة الإعلامية المطلوبة في هذا الوقت يعني أكاد أقول أن الرسالة الأسمى إذا تركنا يعني قد نختلف في شأن الأديان قد نختلف في شأن السياسات قد نختلف في شأن القوميات قد نختلف في كل هاي الشؤون لكننا لا نختلف في أننا بشر لا نختلف في أننا ينبغي أن نحل مشاكلنا فيما بيننا لمصلحة مستقبلنا المشترك أعتقد أننا يجمعنا شيئان الآن بعد كل اللي خسرنا من حياتنا الآن اللي يتحدث بالوطنية هو غريب اللي يتحدث عن العراق وعن الوطن غريب اللي يتحدث عن وحدة الناس ووحدة المذاهب ووحدة الأديان ووحدة كذا أصبح غريب ما يجمعنا الآن إنسانيتنا وعراقنا داخل العراق وما يجمعنا مع الحظن العربي هو قوميتنا اللي هي منفتح على كل القوميات ما يجمعنا مع الأديان كلها في العالم إنسانيتنا ولذلك الرسائل الأساسية التي ينبغي أن توجه الآن في الإعلام ينبغي أن تستهدف السلم الاجتماعي الوئام الاجتماعي التعايش بين الأفراد بين العشائر بين المذاهب بين القوميات ينبغي أن نحن نعيش في مكان واحد في قارب واحد ويداهمنا موج واحد هل بعد عشرين عام هل بعد عشرين عام لم نعي ذلك وإذا لم نعي ذلك حتى الآن هل هناك إرادة وراء هذا أعود فأقول ينبغي أن تتوفر الإرادة لكي توجه رسائل من هذا النوع تحقق السلم الاجتماعي وتحقق التعايش بين الأفراد وتحقق التعلق بالوطن وبكوننا بشر هذه أهم رسالة دكتور هذه أعتقد أن مطلوبة الآن الآن هي المطلوبة وينبغي أن يستحث الجميع لتحقيق ذلك وليس أمامنا أن ننهض كبلد كأمة إلا أن نعيش متحابين متأخين نعم إذا نعود لعلاقة الإعلام بالحياة الاجتماعية كيف هي؟ يعني إذا كان الرسائل التي توجه إلى الناس كلها تتعلق بفلان فاز بالانتقابات وفلان فشل بالانتقابات وفلان انقتل وفلان سجن وفلان علي محاكمة وفلان وبعض مع الأسف بعض محطاتنا وبعض صحفنا اللي وصلت في مرحلة من المراحل إلى حوالي 350 صحيفة والتعدد ليس إيجابيا هنا التعدد يعني يشتت الهوية الوطنية يشتت الوحدة الوطنية التعدد هنا لا يخدم يعني اختلاف الرأي الباني إذن متى يخدم التعدد؟ التعدد يخدم عندما يكون لدينا هدف واحد في بناء هذا البلد لكننا نشتهد في كيفية البناء فنتعاون يعني الآن يعني يختلف الزوج مع زوجته لكنهم يبنون حياة واحدة يختلف المدير مع المدرسين لكنهم يبنون مدرسة واحدة وهكذا المجتمع يعني هكذا تبنى القيم التعاونية التشاركية التي توصلنا إلى البناء أما التناحر يعني معظم المحطات عندنا والصحف أصبحت متقاتلة متناحرة بحكم المال الذي يمولها ومع الأسف يعني هذه أيضا قضية أخرى أن المال الفاسد كثيرا ما مول كثير من هذه الوسائل العاملة العاملة في الساحة مع الأسف نعم دكتور ما المطلوب لإدارة المؤسسات الإعلامية بشكل راقي أنا أعتقد كما تحدثنا عن التعليم نحن بحاجة إلى أن ندرس ما حاجات المواطن هذا المواطن الآن مما يشكو يشكو من أنه ما عنده عمل نسبة البطالة عندنا مرتفعة جدا يعني يركز الإعلام هنا يركز الإعلام على حاجات الناس نعم العمل الكرامة التعليم الأمان العيش في بلدي أنا عيش في بلدي غريب وأن يكون حر القرار أن يكون حر القرار هو يختار لنفسه يعني ما يجوز يريد يروح على الكلية الفلانية أو يتوظف الدائرة الفلانية أو كذا لازم يجيب لي ورقة من جهة هذا يعني يعرض مفهوم المواطنة إلى الخطر وبالتالي حتى نستطيع أن نبني إعلام جيد ينبغي أن تكون هناك مظلة وطنية للدولة وأيضا أقول ليس للحكومة أو السلطة للدولة ماذا تريد من المواطن المستقبلا كيف يتوجه المواطن لعمله مرتاحا كيف يتوجه المواطن كيف يدير أسرته وهو لا يشكو من الجوع إحنا عدد المهجرين في داخل العراق وخارج العراق يعني بعض الأرقام بتوصلها إلى ثمان ملايين أسر أصيبت بنكبات من أكثر من مليونين قتيل عدنا خمس ملايين يتيم عدنا أكثر من مليونين أرملة هذا الواقع ينعكس على حياة الناس ومهمة الإعلام أن يخفف وضعة الكارثة على نفوس الناس كيف بأن يكون صادقا بأن يستمع لهموم الناس ويفتح النوافذ للتعبير عنها بأن يستجيب لهموم الناس ويصلها في أماكن حاجتها يصل إلى الفقير في أماكن عيشة وإلى المجرم في مكان اختفاء وإلى آخر بحيث يكون الإعلام مساعد للمؤسسة التعليمية في تحقيق المنظومة القيمية المطلوبة يعني ذكرت دكتور الوصول إلى الشخص أو إلى الغاية المعينة نعم هذه مطلوب أيضا منها حلول يعني ليس الغاية الوصول فقط نعم يعني يتبعها حلول يعني أشكرك على إثارة أشكرك على إثارة هذه الملاحظة الملاحظة أنه الكثير من وسائلنا الإعلامية تركز على هذه لتحقيق سبق صحفي بالضبط أو لإدانة جهة معينة لكن أين الحلول لكن أين الحلول يعني يروح للمنطقة الفلانية التي تديرها الجهة الفلانية التي موجود بها المحافظة الفلانية حتى تقول أنه نسبة الفقر في هذه المنطقة التي هذولا يديروها هي كذا ليس لحل المشكلة لذلك أقول المظلة الوطنية هي التي تضع خطة وتضع هدف وتضع مراحل للتنفيذ وناس قادرين على هذا الموضوع مدربين وهي صنعة هي صنعة ثم يأتي الإعلام ليقول حلة المشكلة مثلا ثم يأتي الإعلام أنا أذكر كانت هناك برامج وموجودة في بلدان عديدة يعني تقول مثلا الآن مشكلة شح المياه في العراق أطرحها في برنامج تلفزيوني وشوف شقد ناس من الفلاحين ماتت مزارعهم براحة شقد عوائل هاجرت من أماكنها ما الحل من المسؤول على هذا الموضوع كلهم يجتمعون في هذا البرنامج على حلقات متعددة ونشوف كيف يمكن أن ننحل هل هي قضية دبلوماسية حتى ننحلها مع دولة مجاورة هل هي قضية تتعلق بسوء إدارة هل تتعلق بشيء أليست هناك حلول عبر التاريخ هذه الأنهار تجري لماذا توقفت الآن هل يعني عجزنا عن الحل يعني لماذا لا نناقش أمور من هذا النوع هذه تؤثر في صميم حياة الناس الإعلام وين من هذا كله غاية ما يقوله الإعلام أن يقول والله المشخاب صار بيها جفاف وشوفوا هذه القرى يعني جفت بيها المياه نهر ديالة جف في كذا شط العرب صار وبعدين بعدين هاي الآلاف العوائل التي تركت أماكنها بحثا عن العيش ماذا ستصنع ولما نقول هذه هاجرت بحثا عن العيش يعني منات أولادها تركوا الدراسة وليش ليش هذه منابع للأمية من جديد مع توقف التعليم المجاني والتعليم الإلزامي وتحول كثير من مو كثير يعني قطع واسع من مدارسنا إلى وجامعاتنا إلى التعليم الأهلي وأصبح مصدر لرزق ما أسمي رزق لكسب الكثير من الجهات بغض النظر عن تسمياتها صارت مشاريع ربحية يعني مثل ما تسوي مول حتى تجيب أرباح تسوي جامعة والقضية ليست كذلك يعني لابد من إعادة النظر بهذا المو أين الإعلام من إثارة قضايا من هذا النوع أين الإعلام من إثارة قضايا الآن بدأت تنتشر في مناهجنا وتضعفها لمناهجنا من إثارة هل أنه هل من الجائز أن نركز على التنافس هذا أيضا من الموضوعات التي تناولتها في حديث الأسبوعي هل من الجائز أن نخلي كل طرق تدريسنا طرائق تدريسنا هي أن يتنافس الأولاد فيما بينهم واحد يدفع الآخر بالأكتاف حتى يحصل على فرصة الفوز هل هذا هو المطلوب في مجتمع مثل مجتمعنا ولا المطلوب التعاون مطلوب التآزر مطلوب أن نخلي هذول الأطفال يؤمنون بالحديث الشريف لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبوا لنفسه يعني أين التحاب أين التآلف يعني هذا يرتكبها المعلمين عدنا المعلمون يقومون بهذا تحت عنوان أنه ينبغي أن تكون هناك استراتيجيات تدريسية مشوقة نعم التشويق موجود لكن هذا التشويق إذا قاد إلى يعني الخراب فلا ينبغي أن نتوقف نعم إذن في ختام اللقاء أشكرك دكتور حارث عبود شكرا جزيلا على هذا اللقاء شكرا جزيلا مشاهدنا كان هذا لقاء مع الأستاذ الدكتور حارث عبود أستاذ الاتصال وتكنولوجيا التعليم في الجامعة العربية المفتوحة حتى ألتقيكم في لقاء خاص مقبل لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور اشتركوا في القناة